اكد السيد نبراس طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التجارب الأشخاص اكد حرص مملكة البحرين على مواصلة الجهود الهادفة للارتقاء ببيئة العمل والحفاظ على علاقات تعاقدية مستقرة بين الأطراف ويشمل ذلك تكثيف الجهود التوعوية بالممارسات غير القانونية في سوق العمل لسيما تلك التي قد تندرجه ضمن الاتجارب الأشخاص واضف خلال ترأسه الاجتماع الاعتيادي لللجنة الوطنية لمكافحة الاتجارب الأشخاص ان الجهود الحثيثة والمبادرات التي اطلقتها مملكة البحرين لتعزيز بيئة العمل قد منحت المملكة ثقة دولية متنامية حتى باتت مصدر الهام للعديد من الدول مضيفا ان الحفاظ على مكانة المملكة يتطلب عملا دؤبا للحفاظ على المكتسبات واستعرض الرئيس التنفيذي الجهود المبذولة متطرقا لعدد من المبادرات التي يجري العمل على تنفيذها في الفترة المقبلة بالتعاون والتنسيق بين هيئة تنظيم سوق العمل وعدد من الجهات الحكومية والتي من شانها انتسم في توفير الحماية لأطراف العمل وتقليل النزاعات القضائية والممارسات غير القانونية اشتركوا في القناة